عايزين نتكلم على المركز المصري للفكر والدراسات اللي أصدر كمان تقريره الثالث عن متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 أكد المركز انتظام صير العملية الانتخابية في كافة مراكز الاختراع التي تبعها الفريق الميداني التابع للمركز وأشار إلى انتظام عمل اللجان في موعدها المحدد على مستوى محافظات الجمهورية أيضا أشار التقرير إلى المشاركة الكثيفة لمختلف الفئات من الناخبين في تصويت بمختلف اللجان أكد أن الخروج الكبير للمصريين بعد الشكل وبعد عشر سنوات من ثورة الثلاثين من يونيو يعدوا تأكيدا على حالة الاستقرار السياسي وحالة الاستقرار المجتمعي اللي بتعيشها مصر بعد سنوات من مواجهة العديد من التحديات مواجهة الحديد من المخاطر التي لم تشهدها من قبل ترجمة نانسي قنقر